هناك حديث من لوصات الهلالية أنه في السنوات الأخيرة لم يعد الدير بي كما كان وأنه دائما يكون التنافس من جانب الهلال أكثر غير صحيح بالأكس نحن كتاريخيا نتكلم عن السنوات الأخيرة بالتعديد لا يمكن تجو تقول ناخذ هالفترة ونترك غيرها لكن حتى نتكلم تاريخيا تاريخيا ترى هم ما عدوا لنا أصلا بحيث أنهم يساووننا بعدد مرات الفوز إلا ما أعتقد بألفين وثمانية ألفين وتسعة شيء من هالقبيل ويمكن تعدونا فيها بعد لكن بالأكس قبل حوالي سنتين قعدنا يمكن حوالي ثلاثة أو أربع مباريات ما يفوز اللحن وهم ما فازوا فيها ولا مرة يمكن هالحين الموسم هذا ببدايتها حن حققنا البطولة كاس الملك سلمان والبطولة العربية وبعدين هم فازوا مباراة اللي هي بالدوري وطبعا في مباراة كاس موسم الرياض وأمامنا لسه ما زال إن شاء الله في مباراة فما قد طغى فريق على الآخر إلا فقط في فترة الستينات اللي أنا كنت أتكلم أيام الدوري المنطقة الوسطى وبطولات المنطقة الوسطى اللي وقتها النصر كان طاغي بشكل كبير يعني وصلت على ما أعتقد 13-14 انتصار إلى ثلاث انتصارات وقتها أما غير كذا أنا أعتقد بالعكس يعني في تداول ومرغوب هالشيء طبعا أن ما في فريق أصلا لا يمكن يجيك فريق يفوز دائم وبشكل مستمر على منافسة ما تحصل هذه بشكل دائم ترجمة نانسي قنقر